يا أهلا وسهلا بكم النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا لو أنت بتأكل تأكيل يدوي إيه هي الوجبة المناسبة طبعا في ناس بتنزل بتروح الصيدلية وبيجيبوا اللي هو طعام الأطفال اللي هو بيقول عليه سريلاك سريلاك الأطفال وطبعا السريلاك دوات بيجيبوا وبيعملوا وبيأكل به الفروخ أنا بتكلم النهاردة وبقول يعني كان نصيحة الابتعاد عن هذه الوجبة لأن هذه الوجبة يعني أنا شفت وجربت يعني أن هي وجبة مضرة جدا. الكلام ده عن تجربة شخصية لأن أنا بلاحظ أن السريلاك ده هو بيحتوي على سكر الحليب وطبعا الطيور يعني لا تمتلك الطيور الانزيم الخاص الذي يساعد على هضمه. وبعدين إحنا بنتفاجأ أن يعني أنت بتأكل الطائر فأنت بتفاجئ أن فيه طبعا انتفاخات فيه طبعا الحويصلة منتفخة تلاحظ أن فيه إسهالات تلاحظ أن فيه عسر هضم. تلاحظ أن تتفاجأ بطير يعني جسمه هزيل جدا. وتلاحظ أنه بيتأخر جدا في النمو. يعني أنا يعني ده كله عن تجربة ويعني مش يعني ما بقولش الكلام ده وخلاص. لا الكلام ده فعلا عن تجربة. موضوع السريلاك دوت اللي انت بتجيبه من الصيدلية اللي هو بتاع الأطفال. أنا يعني شايف أن أضراره كتيرة جدا وبشوف أن الفرخ بيفضل مدة طويلة جدا. ويعني ما بنموش ليه لأن العناصر العناصر الغذائية كلها مش مكتملة في السريلاك. يعني احنا مثلا بتجيب السريلاك دوت. السريلاك دوت أصلا مكمل. يعني مكمل آآ مكمل غذائي بالنسبة للطفل. آآ تعال كده نشوف يعني نلاحظ أن الطيور لما يعني أنت بتأكلها من السريلاك بتلاحظ أن فيه يعني بتبقى عرضة للموت بشكل كبير جدا يعني بشكل كبير جدا. فأنت طبعا ما ينفعش أن يكون معاك بغبغان آآ البغبغان ده مثلا تماله غالي جدا وبعدين أنت يعني تستخسر وأن أنت يعني ما تصرفش عليه آآ وتقول لك أنا هروح أجيب واجبة مش عارف غالية آآ تمانا هروح أجيب السريلاك وخلاص السريلاك رخيص وتسترخص. فأنت بتتواجه مشاكل كبيرة جدا 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 جدا. فالأفضل آآ أنني زي ما أنتم شايفين كده هعرض لكم الصور الوقتي اللي هي الوجبات اللي هي الأفضل أن أنت تشتريها وهي وجبات جهزة آآ ووجبات يعني آمنة وفيها العناصر كلها مكتملة. إنما هتروح بقى تجري على السريلاك وتعمل آآ وتعكعك وتجيب حاجات مش كويسة ومش عارف وصفات والكلام ده كله تجي تبص مثلا أنت معاك فرخ كاسكو أو معاك فرخ مثلا حتى لو ضره هندي أو حتى لو كوكتيل فأنت بالتالي بتخسر كتير جدا لأن الفرخ ده حتى لو ما ماتشي فهو بيتأخر جدا في النمو وبيكون فرخ هزيل جدا وضعيف جدا لكن غالبا بالنسبة كبيرة أنت بتكون معرضه لموضوع الموت لأن السريلاك بيحتوي على سكر الحليب وده أصلا مصنوع أصلا عشان الأطفال فمنين بقى أنت يعني جبتوا للأطفال للطيور فياريت إن احنا نحترم التخصصات ويعني إيه نهتم بطيورنا عشان دهيت يعني أرواح فلازم نحافظ عليها